بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والرسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبابي كرام متابعين على التمعروف مرحبا بكم في عين التقنية اليوم سأقدم لكم مصلح جديد حول طريقة إنشاء أو تصميم لوغو خاص بك عن طريق برنامج الفوتوشوب بإمكانية بسيطة في هذا البرنامج يعني ولو لم تكن تعرف البرنامج كثيرا أو لم يكن لديك أي خبرة في هذا البرنامج فقط ستتابع معي بعض الخطوات سنحتاج بعض الأدوات فقط أربع أدوات تقريبا وستعمل معي بها ومن خلال هذا الشرح ستكتسب الكثير في البرنامج وستقوم بتصميم لوغو أو الشعار الخاص بك بطريقة احترافية إن شاء الله في هذا الشرح وستستفيد منه بحول الله تابعوا مع أحبابي كرام فرجة ممتعة أولا سنتقل إلى برنامج الفوتوشوب إن لم يكن لديك برنامج فوتوشوب يمكنك أن تقوم بتحميل النسخة المجانية الخاصة بهذا البرنامج من أسفل الفيديو تدوم لك لمدة سبعين تقوم بفتحي وتقوم بتحميله بطريقة الحال هنا سنختار هذا الخيار فايل ومن ثم نضغط على نيو أو نضغط على كونترول ومن ثم نختار هنا في هذه النافضة ستختار ألف ومئتان على ألف ومئتان بدأ الشكل وأوكي كما تشاهدون هنا يمكنك أن تختار اللون الأبيض أو يمكنك أن تختار ترونسبارون يعني ترونسبارون أو خلفية شفافة هكذا سأختار وايت وسنختار هنا البيكسل والبيكسل ستجد هذه الخيار الافتراضية وهنا تقوم بتضغط أوكي بدأ الخيار الآن أحبابي كرام لاحظوا معي تظهر معنا الشاشة البيضة هنا سنجد هذه القفل نقوم بالضغط عليه أولا أحبابي كرام سأريكم بعض الأساسيات الخاصة بالفوتوجوب هنا ستجد اللايرز أو تجد النوافذ التي تعمل عليها هنا تجد الأدوات هذه الأدوات لن تحتاج منها في هذا الشرح إلا أداة أو آدتين هذه الأدوات وإضافة إلى النص هذا كل ما ستحتاج في هذا الشرح وهنا تجد الألوان يمكنك اختيار اللون الأول هذا ويمكنك اختيار اللون ثاني وهو الأبيض بهذا الشكل اوكي لاحظوا ما أحبابي كرام هنا لدينا أدوات كثيرة ستفيدك كثيرا عند سيخدمك لبرنامج الفوتوشوب أولا سنظهر المستارة من برنامج فوتوشوب نضغط على كونترول أغ من لوحة مفاتيح تظهر لنا مستارة على هذا الشكل لاحظوا كونترول أغ ستختفي كونترول أغ ستتدار بدأ الشكل نقوم بوضع مستارة في الوسط لاحظوا عندما تمرر المستارة على الوسط ستصبح يعني تقع في الوسط مباشرة يعني كأنه مغناطيس يوقف هذا السطر أو هذا الخط المهم هنا سننتقل إلى هذه الدائرة أنت ستجد هذه الخيارة على هذا الشكل ستقوم بالذهب هنا إلى هذا الخيار بالزر اليمين ودائرة من هذا الشكل تختار دائرة وتقوم بالضغط في الوسط في الوسط تقوم بالضغط بالماوس ومن ثم تلقوم بالضغط على shift إضافة إلى alt في ضغط واحدة وستقوم لاحظوا معي أنا مستمر الآن في الضغط على shift و alt نقوم بفتح هذه الدائرة كما تشاهد الآن قمنا بفتح هذه الدائرة ما علينا إلي نختار لون خاص بالشعار الخاص بنا كل ما علينا أن نختار هو اللون الخاص بالشعار سنقوم بالذهب هنا ونقوم بالضغط على solid color ومن ثم سنختار اللون لاحظوا معي قمت باختيار هذا اللون يمكنك أن تختار أي لون آخر لا مشكلة سنقوم بالضغط على ok والآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على هذه الأيقونة أو على هذه اللاييرز ضغطتين كما تشاهدون معي هذا اللاييرز سنقوم بالضغط عليه ضغطتين هنا لاحظوا معي نقوم بالضغط على الخيار الأول بتأشيرة وسنقوم بتحديد كما تشاهدون معي سيصبح لديك هنا تموجات في الصورة كما تشاهدون ها هو الآن كل ما عليك فعله هو أن تختار هذا الخيار كما تشاهدون معي تقوم بتحديد هذه الدائرة كيف يظهر لك التموج ستقوم بتحديدي بهذا الشكل أنا قمت بوضعها في 160 تقريبا يمكنك أن تقوم بوضعها في 150 سنضعها في 150 لا مشكلة جيد وهنا سنقوم بالضغط على ok من هنا لكي نقوم بحفظ هذه الإعدادات الآن أحباب الكرام سنقوم بعمل نفس الأمر نقوم بالضغط هنا على هذا الخيار نضغط على ctrl G ستصبح لدينا طبقة مماثلة لهذه الطبقة سنختار من هنا اللون الخاص بهذه الطبقة ليكون مثلا لون على سبيل المثال لون بنفسها G خفيف بهذا الشكل أوكي الآن أحباب الكرام سنقوم بتحديد هذه الدائرة سنقوم بالضغط على هكذا وسنقوم بتصغيرها إلى الوسط يعني لا نريدها بهذا الحجم كامل نقوم بتصغيرها كيف سنقوم بعمل هذا نقوم بالضغط على ctrl T بهذا الشكل لاحظوا معي نضغط دائما على shift و alt لتحديدها مستوية هكذا لاحظوا معي ستصبح لدينا هكذا الشكل ليس مفيد لحد الآن أو الشكل ليس جميل أو ليس جيد سنقوم بالضغط هنا على هذا الخيار ضغطتين نقوم بحذف effect لاحظوا معي نقوم بحذف هذا effect و ok يعني ستصبح لدينا الصورة بون effect المهم الآن سنقوم بالضغط على هذا القرص نقوم بتصغيرها شيئا ما لاحظوا معي هكذا بالنسبتي لي جيد سأقوم بتحديد اللون إن أردت من هنا لاحظوا معي هذا اللون الذي اخترت إن أردت أن تقوم بتغيير اللون يمكنك أن تقوم بتغييره كما شئت سأختار هذا اللون أعجباني هذا اللون جيد ok و من هنا لاحظوا معي أصبح لدينا الشكل كأنه فيه ندائرة في الوسط هنا سنقوم بالعمل على هذا الشكل الآن ما عليك إلا أن تختار هذا الخيار ضغطتين وتقوم بالعمل عليه سنقوم باختيار هذا outer glow في هذا المكان في الأسفل وسنقوم باختيار هذا الخيار لاحظوا معي تعمل عليه بهذا الشكل سنختار هنا اللون قريب يعني لون بنفسجي هنا وسنختار لون على هذا الشكل مثل الرمادي هم تشاهدون معي ها هو أوكي هنا أوكي يمكنك أن تقوم بالعمل عليه بهذا الشكل لا تقوم بيفعيه كثيرا لكن أنا أفضل أن يكون فقط قليلا بذا الشكل ونقوم بالضغط على inner shadow هكذا سنقوم بتحديد يعني فراغ وسط الدائرة كما تشاهدون كيف أصبح الشكل لدينا لا علاقة لو بالأول أصبح الشكل جيد جدا لاحظوا معي كما تشاهدون هنا أصبح لدينا فراغ وسط الدائرة وهذا شيء جيد مهم هنا أوكي المهم كما تشاهدون معي أصبحت لدينا دائرة بشكل أفضل من الأول هنا أحبابي كرام في هذه الخطوة سنختار النص نقوم بالذهب هنا إلى النص أو نقوم بالضغط على T وستصبح لدينا الدائرة نقوم بنقر وسط الشاشة نقر واحدة فقط نقوم بكتابة حرفين مثلا أنا سأقوم بكتابة حرفين A H وأنت يمكنك اختيار أي حروف تريدها هكذا هذه الحروف ستقوم بتكبيرها من هنا ماذا الشكل؟ يمكنك اختيار أي حروف تريده هكذا تختار من هنا نوع سمك الخط أحدوا معي هنا اللون ساختار الأبيض ريتما نعدله هكذا ضغطتين ويحدد معك النص هنا ما عليك إلا أن تختار في هذا المكان النص أو نوع الخط ساختار هذا النوع لاحظوا معي لدي هذا النوع يمكنك أن تقوم باختيار من هنا شكل هذا الكاركتر يعني تقوم باختيار هل تريد مائل أم لا يمكنك اختيار هذه النفيدة تحديد هذه النفيدة تقوم بتحديدها من كاركتر هنا في ويندو تحددها كاركتر لاحظوا معي أصبح لدينا الشكل الآن جيد يعني شكل النص جيد بالنسبة لي سأقوم بتكبيري شيئا ما من هنا أصبح الشكل جيد جيد لاحظوا معي سأقوم بتكبيري شيئا ما فقط هكذا أوكي الآن لاحظوا معي سنقوم بتعديل على هذا النص من هنا إن قمت بنفس هذه الإعدادات معي ستجد هنا اللون يعني اللون الخاص كما تشاهدون هذا اللون الجانبي في الصورة تجد لون خاص الآن سنقوم بتعديل لون هذا النص سنقوم بالضغط عليه ضغطتين وسنقوم بالضغط هنا على هذا الخيار لكي نحدد اللون يمكنكم أن تحديد لون من الشاشة أو وسط لاحظوا معي لما يصبح لدينا اللون ظاهر سنختار لون من هنا مثلا لون الأبيض اللون هذا اللون هنا سنختار هذا اللون كما تشاهدون أعجباني هذا اللون صراحة أنت سيظهر لك اللون الموافق لصورتك يعني حسب اللون الذي عمل هنا ستجد هذا اللون سأقوم بوضع هذا نعم جيد أوكي لاحظوا اللون أصبح بشكل جيد موافق للصورة مثل شعار الأفتر إيفكت تقريبا ولكن بالصدفة أحباب الكرام بالصدفة هنا سنقوم بتكبيري قليلا هذا يعني يوافقك يعني ليس بالضرورة أن نقوم بتكبيري أو تصغيري أنت يمكنك أن تصغير أو أن تقوم بتكبيري كيفا ما شئت حسب ذوقك هنا سنقوم بالضغط وسنقوم بالذهب إلى هذا المكان سنقوم بالذهب هنا نقوم بتحديد هذا الخيار حسب ما يقارب 7 أو 8 وهنا تقوم بتعميق يعني الفراغ كما تشاهدون لاحظوا معي كيف يظهر لاحظوا يظهر بهذا الشكل سنقوم بعملي هنا في هذا المكان جيد جدا لكي يأتينا كل فراغ كما تشاهدون هنا أوكي ومن ثم يظهر لنا بهذا الشكل شكل جيد صراحة يمكنك أيضا هذه فقط إضافة بسيطة يمكنك أن تقوم بإضافة الضوء حوالي هذا الشعار بذل الشكل ضوء يعني لا تكتير منه لكي لا يصبح مفرد كما تشاهدون معي هنا سنختار يعني اللون قليلا بارد قليلا لكي يظهر لنا هذا الضوء كما تشاهدون أوكي يمكنك أن تقوم بتحديدي وتعديدي من هنا ب هذا الشكل هنا أصبح نقوم بعمل أوكي يمكنك أن تقوم بتغيير اللون كما تشاهدون أوكي وأ Choose وبذلك تقوم قد قمت بتصميم شهار فقط لدينا الآن تأثير بسيط وهو ويمكنكم أن تقوم بعمل forex سأشارك معكم الشكلين معان سنختار هنا أولا هذا المربع سنقوم بعمل يعني مستطيل بهذا الشكل نقوم بعمل هنا اللون الأبيض كما تشاهدون وسنقوم بالضغط على كونترول تي دائما كونترول تي وبذلك نقوم ستجد هنا الماوس تقوم بتحريك بهذا الشكل نقوم بتكبيره على هذا الشكل بذلك سيكون اللون على هذا الشكل لاحظوا هذا هو الشعر جيد هنا سنعمل على خطوة مهمة جدا وهي أن نقوم بالتعديل على الشعر كما تشاهدون معي لدينا هنا هذا الخط وسط سنقوم بوضعه هنا كما تشاهدون معي سنقوم بوضعه فوق هذا الخط مباشرة أو فوق هذه الدائرة كما تشاهدون سنقوم بالضغط على هذا الخيار ونقوم بالضغط على Alt لاحظوا معي أنا مستمر الآن في الضغط على Alt سأجد هنا يعني إشارة تخبرني بأن أضيف هذه الطبقة إلى هذه الطبقة سأقوم بالضغط هنا وسط الطبقتين ضغطة واحدة وسيصبح لدي الخط يعني وسط الطبقة الوسطة الآن يظهرنا الخط بالشكل الأبيض لكن سنقوم بعمل هنا 50% بذل الشكل 50% وهنا يمكنكم أن تقوم بعمل 80% أو تقوم بالتحديد هنا كما شاهدت بذل الشكل لاحظوا معي سأقوم بعمل على سبيل المثال 70% حوالي والآن يصبح لدينا الشعار بذل الشكل ستقوم بعمل يمكنكم أن تقوم بعمل هذا النص وسط الشعار ستحدد الشعار كما تشاهدون يمكنكم أن تقوم بتحديد بذل الشكل في أي مكان أنا سأقوم بوضعي هنا لاحظوا معي هذا هو الشكل الأول هذا التأثير الأول الخاص بالشعار يعني يظهر كأنه كما تشاهدون كأنه لمعان في الصورة يمكنكم أن تقوم بتقليلي من هنا بكي يظهر واقعي قليلا وهكذا تقوم بوضع الشعار الأول سأقوم بحفظ هذا الشعار بالضغط على هذا الخيار سنختار هنا PNG لتحديد الصيغة الخاصة بالPSD ما علي كذا تضغط على الخيار الأول وتختار مكان حفظ الصورة هكذا سنختار Logo لفريخ بذل الشكل وهو OK أو Save ومن ثم تقوم بتحديد صيغة PNG مثلا تقوم بتحديد صيغة PNG من هنا تقوم بتضغط على Save يعني للحفظ بصرعة تقوم بتضغط على Ctrl Shift و S من هنا Save As أو Ctrl Shift S سيصبح لديك هذا الخيار تقوم بالحفظ كما تشاهد الآن سأريكم الخطوة الثانية لكي نقوم بعمل التأثير أو اللمعان للصورة كما تشاهدون معي هنا سنقوم بإخفاء هذا الشعار أو نقوم بإخفاء هذا الخط المائل يمكنك إخفائي من هنا بالضغط على العين وهنا سنختار دائرة كما تشاهدون دائرة نقوم بعمل نفس الأمر لكن هذه المرة ستكون الدائرة أكبر قليلا كما تشاهدون هذه الدائرة لاحظوا معي سنقوم بالضغط هنا على هذا الخيار نختار Gradient في هذا المكان أو Gradient أو تدرج سنختار التدرج كما تشاهدون معي هنا سنختار اللون الثالث الأسود الأبيض اللون الثالث وهنا سنقوم بالضغط إلى هذا المكان لاحظوا ما أحببك الآن سنقوم بالضغط على Reverse في هذا المكان وهنا ستختار OK مباشرة الآن ما عليك إلا أن تقوم بالضغط على هذا الخيار Normal تقوم بتحويلها إلى هذا الخيار كما تشاهدون معي Screen لاحظوا ليس هذا هو الشعار النهائي لكن هذا التأثير الذي سأريكم هو تأثير جيد ستستفيد منه كما تشاهدون لاحظوا ما أحببك الآن تضغط كالقمر المهم هنا سنقوم بالضغط إلى هذا المكان لاحظوا سنقوم بتخفيض هذه الدرجة كما تشاهدون معي نقوم بتخفيضها إلى الخمسون هنا نقوم بوضعها في التمانون لاحظوا معي يمكنك أن تقوم بتخفيضها كما شئت لا مشكلة هنا لاحظوا معي حبابي كرام هذا شيء جيد كما تشاهدون وتقوم بوضعها على الشعار أنا أفضل أن تكون على الشعار بالكامل هذا يظهر كالزجاج يعني أنا أفضل أن يكون هكذا لاحظوا معي لكن إن شاهدت الشعار لأول مرة يعني لأول مرة تشاهدت يعني لن تفكر في أن هذه الخطوة تأتي بذل الشكل يعني سيأتي كأنه تضرج أو شعاع شمس أو جمال قابل هذا هي الفكرة على الشعار كما يمكنك أن تقوم بعمل هذه الطبقة الخاصة باللمعان وسط النص كما تشاهدون معي أو فوق النص عفوا فوق النص تقوم بوضع الطبقة الخاصة باللمعان هنا وأخضروني بالتعليق ما هي الأشكال التي أردتمها في هذه اللمعان يعني هل هو جيد اللمعان أم لا مثلا هكذا جيد هذا يكون في الأمر هذا هو الشعار يمكنك أن تقوم بحفظي بالضغط على save as هذا الشكل وتقوم باختيار المكان وتختار هكذا هنا save و ok وتقوم بتحديده يمكنك أن تقوم بإزالة هذا اللاير تقوم بإخفائه في هذا الشكل وتقوم بحفظه يعني بشاشة شفافة نقوم بحفظه png وسنختار هنا save و ok لاحظوا ما يحبب الكلام قمنا بحفظ هذه الصور لاحظوها والشعار يظهر بشكل جيد وتمنى أن يعجبكم هذا الشرح هذا الشعار بسيط جدا يمكن أن نقوم بعمل شروحات مقبلة حول الصور والتأثيرات شكرا لكم أحبابي كرام ومتابعك أنا معكم وراد الفريخ من قناة معروف شكرا لكم أحبابي كرام في أمري الله لا تنسوا صلى الله وسلم مع السلام عليكم محمد ولا تنسوا ذكر الله إلى اللقاء أحبابي في الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم